فوائد شاي الكراكي واحد من أكثر أنواع الشاي شهرة والذي انتشر استخدامه بشكل كبير خلال الآوينة الأخيرة تعز فوائد شاي الكراكي إلى محتواه الغني بالبهارة وتوابل وبالأخص القرفة والزنجبيل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة هل سمعت من قبل عن شاي الكراكي؟ هل أنت من محبي هذا الشاي؟ تابع الفيديو الآتي لتعرف على أهم فوائد شاي الكراكي؟ ما هي فوائد شاي الكراكي للصحة؟ يمتاز شاي الكراكي بطعمه الحلو والحار يتكون هذا الشاي من مزيج من الشاي الأسوادي والزنجبيل وعدد من التوابل الأخرى كالهيل والقرفة والفلفل الأسوادي وشمر والقارنفل أما عن فوائد شاي الكراكي فتتمثل بالآتي واحد فوائد شاي الكراكي للجمس كما ذكرنا سابقا فإن أحد مكونات شاي الكركهي القرفة تمتاز القرفة بقدرتها على تعزيز الرخبات الجنسية بحصولك على كواب واحد من شاي الكرك ستلاحظ تحسنا واضحا على الحالة المزاجيات وزيادة ملحوظة في ممارسة الجنس إثنان فوائد شاي الكرك للدماغ توفر التوابل التي يتم إضافتها إلى فوائد كبيرة تنعكس بشكل إيجابي على الدماغ ووظيفته الإدراكية تساعد القرفة على تحسين ذاكرة ولانتباه أما الشاي الأسود فيمتاز بمحة واه الغني بالكافئين الذي يرتبط بتحسين ذاكرة وزيادة التاركيز والشعور باليقظة ثلاثة فوائد شاي الكرك للسكر يمتاز الشاي الكرك بمحة واه الغني بالزنجبيل والقرفة اللذن يساعدان في خفض مستويات السكر وتحسين التحكم بنسبة السكر في الدم وذلك عن طريق التقليل من مقاومة الأنسلين في الجسم أربع فوائد شاي الكرك للقلب أشارت بعض الدراسات إلى استهلاك شاي الكرك بشكل منتظم قد يساعد في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب تعز فوائد شاي الكرك للقلب لمحة واه الغني بالشاي الأسواد والقرفة واللذن يساعدان على خفض الضغط الدم ومستويات الكولي سترول في الجسم خمسة فوائد شاي الكرك للهضم يعتقد أن استهلاك شاي الكرك قد يساعد في تحسين عملية الهضم والتقليل من الشعور بالغثيان والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي الناجمة عن العدوى البكتيرية تعز فوائد شاي الكرك للهضم لمحة واه الغني بكل من القرفة والزنجبيل والفلفل الأسواد والقرنفل ستة فوائد شاي الكرك بالهيل لقولون يمتاز الهيل المضاف إلى شاي الكرك بخصائصه المضادة بالالتهابات والمضادة للأكسودة التي تساعد الجسم على الوقاية من الالتهابات البكتيرية المسببة لمشاكل الجهاز الهضمي المختلفة وبالأخص التهاب القولون سبعة فوائد شاي الكرك للوزن أشارت بعض الدراسات إلى أن نوع الشاي الأسواد المستخدم في تحضير شاي الكرك قد يقلل من عدد السعورات الحراريات التي يقوم الجسم بامتصاصها ولكن يجدر التنويه إلى أن استهلاك كمية كبيرة من شاي الكرك المحلى قد ينعكس سلبا على الصحة وقد يسبب زيادة الوزن ثماني فوائد شاي الكرك للجمال يمتاز بمحة وهلغني بمضادات الأكسودة ومضادات الالتهابات وغيرها من الخصائص التي تساعدك في الحصول على بشرة صافية ومتألقة تتمثل فوائد شاي الكرك للجمال بالآتي التخلص من التجاعد وعلامات التقدم بالعمر يعمل شاي الكرك على تعزيز إنتاج الكيوراجين في البشرة وهو البروتين المسؤول عن شباب ومرونة البشرة علاج حب الشباب يمتاز شاي الكرك بخصائصها المضادة للالتهاب والمضادة للأكسودة التي تساعد على محاربة البكتيري المسببة لحب الشباب تهديئات البشرة سيساعدك انشرب شاي الكرك باستمرار في التخفي في من تهيج البشرة الناجمة عن الإكزيمة أو الوردية أو حب الشباب طريقة تحضير شاي الكرك بإمكانك تحضير بالمنزل بكل سهولة كل ما تحتاج إليه لتحضير شاي الكرك ما يلي 4-8 حبات هيل 8 حبات قرنفل 4 حبات فلفل أسود 2 عود قرف 11 شريحة من الزنجبيل طازج 2 كواب حليب كامل الدسم 4 أكياس شاي أسود 8 ملاعق صغيرة سكر أو أكثر حسب الحاجة طريقة التحضير ضع الهيل والقرنفل وحبوب الفلفل في كيس بلاستي كري وأبدء بطحنهم ضع البهارات المهروسة في قدر على النار مع أعوادي القرفة والزنجبيل والماء والحليب اترك المزيج إلى أن يغلي ومن ثم الرفعه عن النار أضف أكاسون الشاي وتركيها منقوعة لمدة عشر دقائق أضف السكر في كل كواب حسب الحاجة تطرقنا في هذا الفيديو إلى ذكر فوائد شاي الكرك واحد من أكثر أنواع الشاي شهرة والذي انتشر استخدامه بشكل كبير خير على الآوينة الأخيرة تعز فوائد شاي الكرك إلى محتواه الغني بالبهارات وتوابل وبالأخص قرفة والزنجبيل والماء والحليب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر